اهلا وسهلا بالسادة المشاهدين في حلقة جديدة ومعلومات جديدة من برنامج كونسولتو تيلي ميديسن مع السادة الدكتور محمد سعد حامد دكتور أستاذ السكر والغضض الصماء اهلا وسهلا دكتور اهلا أهلا سهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اللي متشرفين بك والله كل حلقة الله يخليك الحلقة اللي فاتت يا دكتور كنا بنتكلم عن عدم استفادة مريض السكر بالانسلين نعم ولكن الحلقة دي وعدتنا بانك انت نقول استفادة المريض من انسلين دينا المعلومات كيف يستفيد مريض السكر بالانسلين نعم احنا اتكلمنا للحركة الماضية عن الانسلين الطبيعي اللي هو بيخلق جوه جسم الانسان واتكلمنا مواطن تخليقه وهو طبعا البنكرياس ما فيش حتة تانية بيطلع منها وتقريبا ديلي البنكرياس عن أقاصي ما كان من البنكرياس الحتة البعيدة من البنكرياس اللي ما فيش افرازات انزيمات بنكرياس نفسه اللي هي العصارة البنكرياسية لان زي ما احنا عارفين العصارة البنكرياسية دي عصارة بتهدم البروتينات والدهون وكمان الكربوهايدريتس النشويات يعني فلو كانت العصارة البنكرياسية دي هتبقى قريبة من مواضع او من الخلايا التي تفرز الانسلين اللي هي اسمها البيتاسيل يعني الراجل اللي اكتشفوها وكده علوه الفة وبيتا يعني الف وبيه وجيم وكلام ده كله فهي كان حيحصل لنوع من انواع حيحصل لها هضم ولذلك المنطقة القريبة من الامعاء الاثنى عشر اللي هي رأس البنكرياس وجسمه وكده دي كلها يعني انزيمات او غدة غير غدة الغدة الدركية يعني غدة بتخرج انزيمات هضمية والانزيمات الهضمية زي ما قلنا بتاكل حاجات دي اما الجزء اللي هو تقريبا مصمت فبيطلع الانسلين وده بعيد خالص عن الامعاء ما فيش فيه قنوات بس بيوصل له طبعا تغزية دموية وبالتالي الانسلين بي على طول بيروح يرشح ويخش على الدورة الدموية البابية اللي هي بتوصل الكابت زي ما اتفان عن مرة فلاتت فيه طبعا الاكل اللي بيحفزها الانسلين الادامي او الانسلين الطبيعي هو فيه جوه منشأه تلتينه بيخلص في دورة واحدة في الكابت بيشتحلك لان هو بييجي بيتزامنا مع الامتصاص من الامعاء فالامعاء الاكل يبقى موجود يقابل الوريد البابي فالوريد البابي حامل الانسلين او الوريد الاتنين يروحوا مع بعض للكبد يقوم الانسلين يقوم بشغله في الكبد ان هو يحتفظ بالجلوكوز والحاجات التانية جوه الكبد فيستحلك وبالتالي دورة واحدة يعني شوية اللي بيطلعوا بالبانكرياس ويوصلوا للكبد لاول مرة تلتينهم بيخلص يروح للكبد جوه الكبد يتبقى الي يخرج من الكبد وخش الدورة الدموية العادية للقلب والمخ والاعصاب وكل حتة يعني بيئت جسمنا التلت التلت فقط طيب التلت دايه ايش قد ايه كل سبع دقايق الكمية بتمقص بنسبة 50% بنسميها فترة نصف العمر يعني لو كان هو مثلا خمسين في الدم بعد سبع دقايق يبقى خمسة وعشرين بعد السبع دقايق تانين يبقى ثمسة ونص بعد سبع دقايق يبقى ستة بعد سبع دقايق يبقى ثلاثة ففترة نصف العمر اللي هي السبع دقايق دي تعتبر فترة قصيرة جدا بمعنى ان الانسولين الداخلي الجسم لا يحتفظ به طب الجسم لا يحتفظ بالانسولين فمن هنا لازم يبقى فيه تخليق دائم للانسولين جوه الجسم يعني البنكرياس هنا بيفرز دائما وعنده فترة تن الافراز احيانا يفرز مع بداية الاكل عشان يطلع كمية كبيرة يقدر يسيطر على الاكل اللي الوصل ويقلل نسبة السكر في الدم لكن في الحالة العادية برضو بيحصل فيه انسياب للانسولين بان هما بيعش بيتلاشى طب مريض السكر اللي عنده نقص انسولين احنا هنفضل ازاي نفضل نديله انسولين على مدار الـ 24 ساعة طبعا فيه مدخات انسولين بتشتغل الشغلانة دي ولكن مدخة امانها خمسين الف وستين الف وسبعين الف وفيه حاجات بفوق المية تمام والمشكلة كمان ان الابرة موجودة على طول تحت الجلد بلادنا شوية في الصيف هتبقى مشكلة لان احنا عندنا عرق وعندنا كذا ومش هتلاقي كل الناس وكل وظائفها يعني واحد مثل حضرتك بيشتغل شغلانة معينة بيتعرض للشمس بيمشي مهندس مثلا في المواقع ده كله مش هينفع عرقب الانسولين بامب او مدخة الانسولين وهي تقريبا بتحاكي اللي بيحصل جوه الجسم ولكن ليس بمية في المية لان هنا بتدي الانسولين تحت الجلد واحنا اتفعنا المرة اللي فاتت ان حملية وضع الانسولين تحت الجلد سواء بالحقنة او بالمضخة او باي شيء اخر فهذا هو ليس السبيل السليم الذي يحاكي خلقة الخالق سبحانه وتعالى وليها اضرارها على فكرة وده احنا هنتكلم فيها طيب انا لو وديت حقنة الانسولين الطبيعي اللي بيطلع من البنكرياس في العضل مش هتعيش اكتر لو وديتها في الوريد المفروض اللي جابت السادة المشانين عرفوها يبقى نص صح هيخلص في سبع دقائي يعني لو جبت الانسولين العادي المائي اللي هو اللي بيزي اللي عدنا في جسمنا وديتها في الوريد هتوعد اللي هو عشرين وحدة هيبقوا عشر وحدات بعد سبع دقائي يأه ما احنا لسه ادينا المثال البنكرياس بيدي الكبد وشوية اللي بيطلعهم من الكبد بيقو في الوريد بس بدل ما هو وريد في جوه البطن تجوه في البطن فانا هتدقى في الوريد اللي هنا الاتنين هلتقوا في القلب في الاخر ويتوزعوا لجهامل الجسم لكل الجسم يبقى نصهم هيقلص في سبع دقائق وبعدين يفضل يتناقص يعني حوالي مثلا تلت ساعة او نص ساعة وبيقاش عندي انسولين من اللي انا اديته طب البديل نديله عضل العضل يعني هيحصل امتصاص اقل شوية من الوريد تقول مثلا يقعد ساعة ونص ولا ساعتين على اساس ان العضلة مزاي الوريد مباشر يعني العضلة فيها لحم وفيها 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 توروية دموية صحيح عالية اكتر من حيطة تانية ولكنها مش هتديني التأثير المطلوب فكان تحت الجلد هنا هو المهم لان تحت الجلد مفيش اوردة ولا شرايين ولا شعارات دموية كتير وتحت الجلد هنا يعني هو نسيج الدهن تقريبا فيه اماكن بسيطة جدا في الجسم مفيش دهن تحت الجلد زي مثلا المنطقة دي تقريبا ما فيهاش الفورهيد برضو او اللي هو الرأس من قدام فوق عزمة القص حاجات يعني مش كتير وبالتالي البطن مندي فيها لانها تحفي دهن كتير الازرع الفخدين الكلام ده كله مناطق دهنية تحت الجلد والنسيج الدهن اللي تحت الجلد قليل الدورة الدموية يعني فيه شوية شعيرات دموية تفهين وبالتالي مدد الانسوليم فيها الامتصاص هيكون بطيئ فممكن اللي هي اللي كانت بتخش جوه الوريد هتاخد فترة سبع تمن دقايق فمن هنا هتاخد فترة مثلا نص ساعة او ساعة او ممكن توصل الى ست ساعات اما انا اديله بقى تحت الجلد قلنا ايه ست ساعات ست ساعات اه صح لان تحت الجلد مفيش اوعية دموية صح بعيفة اوي فيشرب على مهله اوي ياخد وقت ياخد وقت فمن اربعة لست ساعات الانسولين تمام بعد اذنك لا لا اتفضل لدك من اربعة لست ساعات هذا يستوجب وده الانسولين المائي ليه مائي لانه شكل المية اللي هو الانسولين الطبيعي مخلق زي بالزبط الانسولين اللي بيوصر من البنكرياس تمام بس هنا معناها ان المريض عشان اللي عنده نقص الانسولين او بيعالج بالانسولين لازم ياخد كم حقنة في اليوم اربع حقن اربع حقن تحت الجلد وده اللي سعب بنعمله جوه المستشفيات طبعا المريض بيخش المستشفيات من عملية بنعطيه حضرتك حقن تحت الجلد ممكن كل اربع ساعات او كل ست ساعات دي ليه كميات معينة نزبط الجرعة بقى كتير وانا حسب صح كنمط حياة صعب جدا يا استاذ اسامة ان عيان او مريض يعيش ياخد اربع شكات في اليوم يعني كل ست ساعات حقن صح وبعضها ممكن يقف منتصف الليل فمن هنا منذ نشأة الانسولين والمحاولات كانت حسيسة ان انطول فترة عمل الانسولين اللي حيتاقت تحت الجلد تمام فبدأوا يضيفوا عليه مكونات المكونات دي اما تمسك مع الانسولين اتحاد فيزيقي مش اتحاد كيميائي خبار حضرتك تمام فالاتحاد الفيزيقي ده كانوا مادتين بيتضافوا الانسولين المائي مادة اسمها البروتامين ومادة اسمها الزينك مركبات الزينك ده او ده بيطول امدها فالبروتامين اللي حطناها الانسولين اسمه بروتامين انسولين بيدي موجود اسمه ايزوفان ومش عارف ايه ده بيشتغل 18 ساعة الزينك بيشتغل 24 ساعة وكان زمان اسمه اللانت يعني مشهور اوي كان زمان موجود بقاش موجود اولي من دول يعني حط الزينك الواحده مع الانسولين يشتغل 24 ساعة محطه احت الجلد طبعا مش 24 ساعة بدايته زي نهايته لأ بدايته تبقى بسيطة بعد ساعتين او اربعة يعلق اوي وبعدين يقل لما يبقى صفر تمام طبعا لو حطت الانسولين حدق بقى بسألك الانسولين على الزينك على البروتامين الثلاثة يتوقع يوقت كم ساعة لأ ده ممكن نوصل ل 24 ساعة كده لأ ما احنا قلنا سيادتك مع الزينك 24 البروتامين 18 البروتامين لوحده 18 الزينك الواحده 24 طبعا نحط الزينك والبروتامين مع الانسولين انت توقع يبقى كم ساعة بتتكلم على 34 صح هو كده 36 ساعة 36 بالضبط يعني يشتغلوا يوم ونص وكان اسم بروتامين زينك انسولين ده كله انواع معكرة يعني لونها ابيض زي التبشير وبتترصم وعشان كده لازم اقلب القلب وفكه سوى القلم الفايل مش اقلبوا يحقود رج الانسولين بالرجع عشان السادة المخزينين والمرضى يتستفيدوا بيبوز مش المفوضة يرجوا ابدا التركيبة الانسولين نفسها بتبوز مايترجش مايترجش كده هو الحياة في كل الطب بفيش حاجة تترنجي كده يعني انا بقلب القلم يميني وعيسار ممكن اذا عبرومه بعا ايدي كده وادروه حلبه تاني وبرمه تاني وبحنية لكن عدم الرجل اي رجل لان ده بروتينات بتبوز كلها موظمها بتبوز وبعد ساعات ملاحظ يا دكتور بيتضربه في نفس المكان على طول ده صح؟ ماهو لسه هناجي ليها اه تمام طيب هنا لحد الوقتي بدأ فيه انسولينات جديدة تطلع لها ما لها وعليها ما عليها ولكنها بدأ يشتغملوا يتغيروا في التركيبة الأساسية للانسولين نفسه يعني يشولوا حتة منه ويعني حاجة سمعه مينو أسد ويحطه مينو أسد تاني لقوا ان ده بيزود فترة او يقلل فترة عمل الانسولين تحت الجد فتوصلنا الى انسولينات تشتغل مباشرة بعد ما تشكوها بدل ما تقعد نص ساعة او ساعتين على ما تشتغل ودي تنفع امتى انك تاخدها نسيت وانت بتاكل تاخدها على طول وانت بتاكل ما يجرىش حاجة حتى لو كنت تكلم اول بتاخدها هتبدأ تشتغل لكن التاني كنا نقول المريض خدها قبلها بنص ساعة او بساعة طب انا نسيت يا بيه خدها بقى انت بنصيبك سكرك هيعلى لكن ده هتشتغل اللي هي اسمها التراشورت يعني قصيرة المفعول قوي ما توصلش ست ساعات توصل 4 ساعات 3 ساعات ونص ثلاثة دي فيها ميزة في رمضان مثلا امنا اديها والعمريض حيبقى صايم او حيروح يلعب مباراة كورة او الولد حيروح للمدرسة يبقى انا ادي له الحقنة دلوقتي ويفطر قدامي انا هارف على المنفطر يروح ان الانسولين مفعوله هيروح مش هيستنى على ملواد يجوع عالظهر يكون مفعول الانسولين الراحة صح في نفس الفكرة انه مع التغيير ايضا في تركيبة الانسولين الاصلية ممكن يمتد مفعوله وهنا يبقى لونه ابيض لان انا ما ضبتش عليه لا بولورتامين ولا زين يعني اللونه قصدي مش ابيض يبقى مائي لون المية لا لون له طب التاني اللي هو كان اربع ساعات لو انا اديته بروتامين ووزينك هيتحول زي بتغيير المفعول المهم عاز اقول اي انسولين له لون غير المية يعرف انه ممتد المفعول وما يجي ادي ادم لونه مبيض زي التبشير ده بيترسب ولازم ان انا اعمله افروكه كويس بايدي بالراحة وقلبه يعني انا كنت اوريه ممكن يعني على قلم والحاجة ورينة قلم ساتك كده حدفولي حضراتك يعني مثلا لو هو ده الامبولة اعمله كده وادي ممكن اعمله كده مرتين ثلاثة بحنية خالص لما لقي المحلول اللي جوا بقى كله متجانس لون واحد هو بيترسب ايوه يعني لقيه بقى لون واحد والمادة البيضة بقى انتشرت في خلال المحلول متساويا التركيز متساوي بعد شوية هو حيلاقوه ان هو برضه يرسب بعد ما تحط في التلاجة او تحط في اي حتة الحقن تحت الجلد هنا مهم جدا الطريقة يعني الاقلام الجديدة اللي هي طالعة مش جديدة بعدها يعني عشر عشرين سنة كمان الاقلام دي حضرتك سنها صغير والابرة ارفيعة اوي عشان ما تعملش قلم للبريض والسن تقريبا من اربعة لستة ميلي يعني الناس بتعودها زمان على السن الطويل اللي هو اتنين تراتة سنتي سرينجة الطويلة لا سرينجة الطويلة بتاعت الانسوني برضه سنها قصية لكن زمان اوي 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 كان بتبقى سنجة عادية اثنين سنتي او ثلاثة سنتي وسنها ثلاثة سنتي وحاجات كده فكانوا بيدككوها زي المثالة جوه الجلد بتاعت الجلد يعني تخش اثنين سنتي كده حقن حقنة يعني اما ايه من الانسوني الجديدة ببدخلها يعني رأسية منذي الصورة عالجلد الانية سيارة السنة عمرها ما هتعدي طبقة الدهن اللي موجودة في البطن او في الدراعين او في الفخدين الطبقة دي ما تقلش هانا ارفع واحد عن سنتي طبقة الدهن اه يعني في الدراعين مثلا لو جينا نقول حتة بنت عندها مثلا طولها مئة وستين سنتي ووزنها ستين كيلو فيه سنت دهن واحنا بنده اربعة ملي فانا انا متطمن خالص يعني مفيش مشكلة امال بقى لو كان الوزنان يبقى في اثنين سنتي ده فين في الدراع امال الفخد يبقى كام يبقى ستة سنتي فانت ابقى البطن اثنين سنتي تلاتة سنتي فانت مفيش ما يدعو انك انت اتنيلها بميل خايف عزا ان تخش جوه العضلة اللي تحت الدهن مهما كان مش هتوصل مهما تركيب الجلد بتاعنا جلد وبعدين دهن وبعدين عضلة زي الدبيحة كده سعر لان انت بحضرها بتشلق حاجة بتشلقها تلاقي تحتها دهن وبعد الدهن العضلات الحمراء حنا بنخاف لا خش في اللي احمر ليه؟ لان قلنا اللي امتصاص حيكون اسرع فممكن يعمل نقص سكر يلزل هنا فيه خطئين شائعين ان انت حضراتك اما بتيجي تزبط الجرعة ربما يبقى فيه نقطة صغيرة على سن الابرة النقطة دي وحيا بندخل السيرنجة جوه في الجلد بنشوك ما بتخشش تحت الجلد النقطة دي بتبقى عاوزة اقول امبرانتد يعني اه اتغرست جوه النسيج الجلدي يعني داخل الجلد داخل الجلد فقط اه فانت بدخل السيرتك فيه نقطة هبابة اه النقطة دي وانت بدخلها كده ايه اللي حدخلها تحت هي خلاص اتغرزت فوق ما غرزتش طب اما دخلت جوه الجلد يعني ايه اللي يزعل يعني ما عوضنا على الله كأنك رمتها في الشارع او ملهاش فايلة لا فيها خطورة اه فيها خطورة اه لان حضرتك المنطقة الجلد دي اكبر منطقة للجهاز المناعي المكتسب تمام ولذلك تلاقي التطعيم بتاع البي سي جي اللي هو بتاع الدرم ده بيتعمل بالتشريط في منطقة الدراع من فوق الشمال لازم ده ستاندرد عالمي تب ليه ما بيعملوش بحقنا ما يضمنش انه هو يبقى في الجلد هيخش تحت الجلد فبيروح جاي بحضرتك المادة عطتها وبشارشرت يشارشت عالجلد ضمن ويخر دم وضمن كده بس ينشع دم مش يخر دم يعني ضمن كده انه هو بقى فيه النسيج الجلدي النسيج الجلدي بيحتفظ بالمادة فترات طويلة فيخلي الجهاز المناع ياخد فرصته بتاع الجسم انه يتعرف عليها فما يتعرف عليها يطلع له اجسام مضادة الاجسام المضادة هتبوز اي مفعول لهذا المركب لو جي بعد كده فالبي سي جي مثلا بتاع الدرم خلاص الولد خده وخده تاني هو عنده ست سنين وكلام ده كله يقوم يعمل مضادة للدرم لو جاله المكروب بتاع الدرم مريدي فيه جهاز المناعي يطلع له اجسام مضادة فالدرم يموت ما يجلوش بقى رئوي اسمه سل الرئوي لو السل السل الرئوي ولا غيره فده يبقى مكسب كويس جدا طب الانسولين انا لو دخل هيعمل ايه هيتطلع مضادات للانسولين اجسام مضادة للانسولين هتهاجم الانسولين الدخري بتاع المريض والانسولين والخاريج كمان ايوه فتلاقي العيان اللي هو كان بيتعالج اساسا مثلا بعشرين واحدة انسولين بعد سنتين تلاتة ما بقوش يجيبه نتيجة يبقى تلاتين اربعين كمان شوية بو خمسين بعد سبعين تمانين تسعين الدكاتر بتاخدش بالهم النقطة دي فهنا انت بقى عندك انسولين له اجسام مضادة لان كل مرة الراجل او كل شوية نقطة بتتغيرز جوا الجلد تنشط الجهاز المناعي ضد الانسولين ده اللي بيعتبروا عدوه دي ويطلع له يقوم يعادل الانسولين اللي احنا عاوزين نشتغل ما يشتغلش دي نقطة مهمة جدا انا هدكتور يعني هو دلوقتي اختلاف السن بتاع ضرب الحقنا اللتي لا تكات ترى بالعين دي اللي تودي في داحية فلازم انطروا السن اه يعني مريض السكر او مريض اللي بيعمل لازم يخلي باله من الانسولين اه لازم ينطره ولا سيما لو كان هو يعني سيرنجة انسولين واللي بيسحب بيها تمام فده متوقع ان يبقى السن ده في قلبه كده او ان من المرة اللي فاتت بتاع الالم في نقطة موجودة اسم النقطة دي لا ترى يعني يا دوبك فلازم انطره في جميع الاحيان لازم انطر الانسولين الاقي جرعات الانسولين بحتاج منها كميات كبيرة افضل ازود 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 الى امتى الى امتى الى امتى لو انا وجدت استهى هذه المضادات مضادات الانسولين ونجحت في قياسها وان انا ممكن ادي بعض الادوية اللي هي تثبت من عمل هذه الاجسام المضادة يبقى دي فايدة لو انا قدرت اغير نوع الانسولين ان امكن وده اللي بينجح الانسولينات اللي مستحدثة يعني انا في رأيي انا لا فرق بين انسولين 8 جنيه وانسولين 58 جنيه غير ان يكون في مناعة من الانسولين بو 5 جنيه اللي بقى له فترة طويلة صح لكن حكاية ان طول المدة وكسر المدة وده منقى اوي وده مش منقى اوي وده الكلام ده الكلام عمليا مالوش اعتبار مالوش اعتبار حلوة مالوش اعتبار فانا اللي يهمني ان انا بقى عندي انسولينات جديدة قد استفيد منها في حالة ان ان اللي بقى فيه المناعة للانسولين العين بياخده دلوقتي دي يمكن ايه ويمكن قد يكون هو ده المكسب الحقيقي في القصة كلها تماما وغير كده انا اقدر اتجاوب اكتبه بو 5 جنيه ويشتغل ويبقى زي الفل احسن كمانا وفيه الاس بتحبه عرفك حد دلوقتي مرضى وبيشتغل وبيشتغل كويس جدا ومش وحش يعني طب فيه عمل دكتور بان مريض السقبكر يتخلص من اللي هو ضرب الحقن بعد ما كان بيتناولها اه ولا طالما وصل لان انا عارف ان الاول بياخد برشام وبعد كده بيوصل للحقن فهل ممكن مثلا في يوم من الايام او بعد فترة تخلص من الحقن دي خالص هذا الكلام اللي سبتك السؤال الوجيه اللي بتسأله ده انا مجوب عليه من حوالي 15 سنة الكتب كد زمان فعلا بتقول ده مواصل لانه خد انسولين في حالة ان البنكرياس لا يعمل فسيظل لا يعمل وان البنكرياس قد نضب في اخراج وتخليق الانسولين فبالتالي لازم نستعيد عنه بانسولين خارجي ده فعلا الكتب صح وانا كنت مدد هذا الرأي وفي الحياة العملية الحمد لله يا ما ناس كانوا بياخدوا انسولين وقفنا وهو يا ما اللي هم كانوا بياخدوا كميات قليلة 40 50 30 واحدة ده وقفنا خالص فيه الناس كانوا بياخدوا 200 300 بدأوا ياخدوا بدل 3 شكات وشكتين وجاء بقت شكة وياخد 30 40 واحدة في اليوم يعني ربع الكمية من سنتين او 3 بقى بدأ الكلام ده يطلع علميا وانا اياما كنت بتكلم فيها من 15 سنة كنت بقول ان فترة الانسولين اللي خدها المريض الانسولين ده يا فندم عامل بناء يعني يبني الانسجة وكلمة بناء الانسجة يعني لو فيه كرحة معدة مثلا يساعد ان هي تلتقم بسرعة جدوية لانه بيابني النسيج كرحة لو انا عندي حضرتك حد رفيع اوة عنده هوزال وادي له انسولين جسمه هيتبني ويبقى شيك ورشيك عايز اقولك مثلا الجماعة اللي هم بتحكم مالي الاكسام اللي بيشتاخده بياخده جي اتش ومش عارف ايه الانسولين احسن منه بس ياكل كويس لانه هو نهار ما ياكل لحوب وياخد انسولين اقمن من انه ياخد جي اتش ده ومعنده السكر ومعنده السكر ياكل كويس لان الانسولين عامل بناء لو الجرح بتاع العملية عاوز يلتقم بسرعة في واحد اللي تعمته صعبة ادي له انسولين لو كرحة الفراش مثلا ادي له انسولين ممكن الناس بحطه على الكرحة نفسها بس طبعا الكلام يعني ممكن يكون له جدوى بس مش معنهاش اساس علمي اوي تمام فانا حضرتك طب الانسولين ده اما حندي للناس اللي عندهم نقص انسولين معنى نقص انسولين عن الخلايا التي تنتج الانسولين مات معظمها فما لما تدي له خمس سنين انسولين ما هي حيبنيها زي ما بيبني كرحة المعدة ده كان الرد يا سيد اساس هيسترجاع هيسترجاع لانه عام البناء ما قد هدم ممكن يحصروا لبلدنج يعني يعني عادة البناء يعني بعث الخلايا التي ماتت او النخوات هيطلعوا منها ونساعات الخلايا بتطلع من خلايا حية او من خلايا اخرى مشابهة وكان ده رأيي لحد من الكلام ده بقى علميا مشاع من سناتين ثلاثة ان انا فترة الراحة التي بخلي العيان لا يعتمد على حبوب لمرض السكر واعطيه انسولين فالناس دول ممكن في بعد سنة او اتنين او ثلاثة ان انا وقف الانسولين وانجعه مع الحبوب تاني وربما ان انا انجح ان انا وقف له من العلاج نهائيا مش رحانه بس هنا لازم افرق بالحاجتين اما بدأنا في الحلقة الماضية وقلنا ان الانسولين بعد ما بيخلص الكبد وتلتينه بيبوز وبيتبقى التلت اللي بيخلص على مقاتة الانسولين التلت ده قلنا الكليتين كليتين النسيج الكلوي النسيج الكلوي يعني هو بيلف في الجسم الكليتين عمال الدم لف انتعرف الدم اللي بيروح مثلا للكليتين في الدقيقة ده الجسم بتاعنا فيه خمسة لتر بيتوزعوا فيهم خلال هو فيه خمسة لتر او رادي بيلف ولف كاملة كل دقيقة الكليتين بياخدوا منهم لتر ونص لتر ونص لتر ونص من خمسة اه حتتين لقد كده دول عشان تتخيل حتتين لقد كده شوك حتتين لقد كده سبحان الله ياخدوا تلاتين في المية فيه خمسة يعني لتر ونص من الخمسة وتلاتة لتر ونص لبقيت الجسم كله عشان تتخيل قد ايه كليتين دول وغدين الجانب طب ليه وغدة كتير كده لان دي المرشحات دي اللي بترشح الدم من السموم ومن البقايا والفضلات تطير سبحانه وتعالى فهذه الكليتين اللي هي لا تتجاوز طول الكده حوالي 12 سمت هات بتاع الانسان الراجل يعني بتاع الانسان الراجل هتلاهم كلهم وزنا 300 جرام مثلا 400 جرام ياخدوا كمية هائلة من الدم تلت الدم اللي بي جسمك بيلفي في الكيتين 300 جرام وبياخدوا لتر ونص اه يعني قل 400 500 عشان ما الناس ما فزعلش واخباح حضرتك ما ان الكبد مزعت ليه خمسة كيلو ولا اربعة كيلو ياخد ربعهم ما فهمش الكمية الرائبة دي لانه هو ما عندوش ترشيح ما فهوش يعني عايز اقول دي فلاتر عمالة رشح الدم 24 ساعة تمام فالكليتين لو حصلوهم مشكلة وان قد تكون نابعة من السكر وعادة بيحصل تأخر في ان الانسولين يحصل له تآكل او تخلص من الانسولين يقل بمعنى الكمية اللي كان بتقل في سبع دقايق هتقل في حوالي نص ساعة اه بقى الكيلة هي اللي بتعمل بتنظف الدم من كل حاجة حتى الانسولين بتستهلكه الكيلة ما بقاش عندها كفاءة لو عدتوا ليه تعطلت البيع الكفاءة قلب فبدل ما يبقى سبع دقايق الدم الانسولين بيليف بيخلص لا هيقعد له الساعة والتالي اللي انا كنت بديه يقعد ست ساعات تحت الجلد هيقعد 12 ساعة وبالتالي هنا اما يحط جرعة على جرعة ممكن يجي لهبوت في السكر يعني اذا حينما يحصل مشاكل في الكليتين قد يكون الصورة الوحيدة اللي هتيجي للمريض هو نوابات من نقص السكر في الدم فهو حيبه فرحان يقولك انا كان سكري ربع ومية وبعد الصايم كان 270 ودلوقتي بقى 110 يبقى انا عندي نوعين فيه هناك يعني عاوز اقول تحسن حقيقي لمستويات او انتظام حقيقي لمعدلات السكر في الدم صحي وفيه اخر اخر مرضي يعني يا جماعة اللي سكره كان عالي وانخفض ده صح وفيه منه مرض مين اللي حيفرق احنا صح يعني حنفرح بس نستبعد انه يكون حصل خلل في الكليتين ده دكتور مش بيبقى فيه اعراض على المريض لا مش شرق وبيكتشف ان الكيلة مش شغلة لا مش شرق مش شرق الكيلة حول حضرتك الالام اللي بكتبقى في الكيلة نادرا ما يحصل فشل كلوي الام يعني ايه يعني فيه التهابات صديدية يعني فيه حصواية فيه شوية دم بينزله وتقفله ما يحصلش فشل كلوي الفشل الكلوي يأتي حينما يكون النسيج الكلوي هو اللي بيصاب من السكر او من الجهاز المناحي وهنا لا الام ولا مشاكل ولا اضطرابات وماشي مية في المية ما فيش الام خالص ولزا ما نيجي نسأل نقول للمريض السكر احنا عاوزين نتطمن على وظائف الدقيقة صح للكليتين يقولك ما فيش ما بيقلومنيش يا دكتور هو رجل معزوري يعني او ستة معزورة لان هو مدارسة طيب مش فاهم هايعمل ايه بس بياخد مجهود بنا على ما نوضح تمام في المقابل بقولك يبقى حصوا هنا وحصوا هنا عمال كل يتمرمغ في الارض من قلب بفضل لا ما حصلش فشل الكلوي لان احنا عاوزين فرق بين النسيج الكلوي والمسالك البولية المسالك البولية دي بلعات يا فندم ومواسير واخد بالك وانهار ما تتقفل البلاعة مشكلة واخد بالك ايه مشكلة بس اول ما سالك هالدني خلصة لكام يبقى عندك النسيج نفسه الغني ده هو اللي بيبوز ده صعب استرجاعه اخبر حضرتك فيه نوع تاني ممكن معدلات السكر في الدم تنزل برضو بصورة مرضية وقط يعني مش ليست صورة صحية انا عندنا السكر في الدم اما بيع له تمام ايه الحاجات اللي بيتعليه اولا الكبد يكون بيطلع كميات سكر كويسة يعني كبد صح سليم اتنين ان يكون حضرتك عندك هرمونات بتساعد على زيادة معدلات السكر في الدم والهرمونات دي ربنا سبحانه وتعالى خلقها حوالي اربع او خمس هرمونات امام واحد اسمه انسولين تبليه الله سبحانه وتعالى ما خلاش واحد اصد واحد احنا بقى نخلد ان الله سبحانه وتعالى جبل جسمنا بزيادة معدلات السكر وليس برقص معدلات السكر يعني سيادتك جسمنا احنا تركبته محافظة على معدلات السكر عالية وليست منخفضة بدلين قدامنا اللي بيخفض السكر في الدم هرمون واحد اسمه انسولين في المقابل خمسة بيزودوه الجلوكاجون وجروس هرمون وهرمون النمو الجي اتش اللي عال بتاخده واخبر حضرتك والبرولاكتل يمكن الى حد ما لكن الكورتزونات كلها بتزودو والاخير الادرينالين والحاجات دي الادرينالين ده انا انت عارفه دول الخد ادرينالين يعني بتاع الفايتنج بتاع الصراع بتاع الاحتدام دول الهرمونات كلها بنسميهم استرس هرمون يعني دول الهرمونات المساندة لاي انسان او حيوان عندما يتعرض لضواغات نفسية او جسدية بيهيجوه دول يطلعو يطلعو طيب الراجل اللي داخل في مشكلة زي دي محتاج سكر واطي ولا عالي سكر عالي الحكمة ونعمة بالله اه فهو لو كانت العملية متكافأة كان يبقى فيه خمسة بيزودوا السكر وخمسة بيقللوا السكر ومن هنا اما كان يوقي يجري يمكن الخمسة اللي بيزودوا بيقللوا السكر يغلبوا الخمسة دول فيجي لهم خفات سكر لان الجاري بيقلل السكر المجهود العضل اللي بيقلل السكر كل المجهود بيقلل السكر صح طب الناس اللي مكنتش بتاكل باليومين يعني الكلام ده عامريكاني بقى على القرون من حوالي ثلاثة اربع يعني من الف سنة و الفين سنة والطبيعي ان احنا عايزين سكر اه فكانت هنا خلكة الخالق سبحانه وتعالى محطوطة نزود اما جانا احنا بقى بوزنا المنظومة دي بقنا ان نركب العربيات بالكتير اقول الميكروبصات نهر منتشعبت يعني كل شيء عكسي كل شيء عكسي يبقى احنا عايزين خمسة ينزلوا الانسولين ينزلوا السكر وهو لا حد يعلم السكر ده كده كلام سريع فمن هنا معدنة السكر بقت في العالم بالعشرين فى المية من السكان يعني هو التغير الديموجرافي والتغير والتركيب البيولوجية اللي احنا بوزناها طبيعة الحياة للخطأ الخطأ هي اللي خلتنا بتوح مكاتب وعملين لكم مش عارف ايه والجانك فوت ومش عارف ايه والكلام ده كله ده خارج عن نطاق الطبيعي لكن لو رجعنا للطبيعي طب ايه اللي ده خدف كده قلنا كابت كويس بطلع عن جلوكوز عشان شكرك يبقى طبيعي تمام ويعلى وقت ما نحتاجه طب يعلى ليه؟ عشان هيستخلص منه المجهود انا بدي يعني بدي سكر زيادة حيستهلك في العضلات في المجهود في المجهود صح مش هيلح يترفع على فكرة يعني هو بيدخ يدخ يدخ والتاني عمال يأكل 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 طيب يبقى كابت لازم يكون مصلح كويس بيحول لي الجليكوجين على طول السكر استعمله اتنين هرمونات موجودة عشان تخلي المصنع دا يشتغل ويطلع في الوقت المناسب يمين تلاتة كليتين ما شهمش ما فهمش ضرر على اساس ما يعمليش انخفاض للسكر نلخص يعني لو كابت لو في مشكلة السكر حينخفض حتى عنده سكر او ما عنده السكر هينزي 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 يعني مريض عالو جالو كابت طليف او 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 ان الخلايا الكابت بيش اشتغل كويس متوقع يحصل نوابات من نقص السكر والمريض ما يفرحش طيب لو عنده سكر يبقى نوابات انه سكره اللي كان 300 حيبقى مية وعشرين مية وثلاثين تمام والميصوم اوي ممكن ينخفض لو خد علاج الكليتين يبقى عملية اننا تخلص من انسولين في فترة زمنية مناسبة مش زي الاول فبالتالي معدلات السكر هتبقى منضبطة لان الانسولين هيعيش فترة اطول ثلاثة لو هرمون الكورتزون اللي طالع من الغدتين القذريتين اللي فوقه الكليتين ده برضو حصل له ما اشتغلش كويس ما احنا لسه قلنا بكورتزون تمام طب هل متوقع في مريض السكر ان الغدت التي تخرج الكورتزون هيحصل لها مشاكل اه لان الجهاز المناعي اللي ضرب الانسولين وخلت ادم عنده عنده سكر هو نفس الجهاز المناعي بعد فترة زمنية معينة حيضرب الغدتين اللي بيطلعوا الكورتزون تماما ومن هنا يحصل نوع من انواع التوازن الكاذب الغير صحي يعني انا احنا قربنا خلط مش كده اه انتهالي احنا وصلنا للدقيق اللي يا روشتة ونخلص طيب ايه الدقيق انا عايز اقول للسادة المشاهدين المرضى السكر من كان عنده معدلات سكر عالية وحصلها انضباط بدأت لوحدها تتزبط هذه بنسبة ستين سبعين في المية علامة صحية وعلى من البنكرياز بدأ يصطفيق وان احنا المفروض نبدأ نتابعه بطريقة صحة عشان نقفل انسولين او الادوية بينما هناك تلاتين اربعين في المية من هؤلاء المرضى انخفاض السكر انخفاض مرضي لنتيجة امراض اخرى مترتبة عن السكر اوجاد جديدة خفضت السكر فلا يجب ان نركن اليها تمام ويجب ان احنا ناخد بالنا عشان ما نعليكش غلط تمام يا دكتور بنشكرك جدا على المعلومات القيمة دي وعلى وجودك معنا عزائي المشاهدين وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة من برنامج كونسول تولي ميديسن وبنشكر السيد الدكتور محمد سعد حامد دكتور السكر والغضط السماء وإلى لقاء اخر ان شاء الله